السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا ويلقاكم بصحة وعافية واحوال تامة وبطبعات الحال مع اخر الاخبار واخر المستجدد اليوم الاخوان غدينتكلموا على واحد الخبر اللي دير ضج عبره مواقع التواصل الاجتماعي غدينتكلموا على تعرض ديبلوماسيين مغاربة الى عملية تخدير وسرقة في كولومبيا وكذلك غدينشوفوا خطوة مهمة من المغرب كرد بالميتل على فرنسا المغرب اليوم كيطالب فرنسا باش ترجع الفلوس لصحاب التأشيرات اللي ما تقبلتش لهم التأشيرة بقو معي الاخوان شوفوا التفاصيل ديال هاد الموضوع دائما كنتمنو منكم انكم تدعمونا باللايك بالبرتاج كذلك الاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امرا وبالنسبة للمتتبعين الاوفياء فكنشكركم بزاف للدعم ديركم المتواصل كنشكركم بزاف للتعاليق ديالكم الجميلة اللي كدخليه واحد البصمة راقية على قناتكم المتواضعة ودائما احنا مستمرين في القضية المقدسة عن الشعب المغربي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها هو المغرب في صحراء والعزاء للحاقيدين على بركة الله قد ندخل الصور بالموضوع اخواني اخواتي خبر اللي در رج كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وهو تعرض ديبلوماسيين مغاربة الى عملية تخدير وتسمم وسرقة ديال هواتف ديالهم اضافة الى كومبيوتر بكولومبيا تعرض ثلاثة ديال ديبلوماسيين مغاربة في العاصمة ديال كولومبيا بوغوتا الى سرقة اغراضهم من بينهم هواتف نقالة وكمبيوتر اللي فيه بزف ديال اسرار ديال المملكة المغربية من طرفتتين بعدما اقدمت على تخدير ديبلوماسيين مغاربة في احدى الشقق وهاتشي لانقلت صحف في الكولومبيا وفي تفاصيل هاد الواقعة اكدت وسائل اعلام من كولومبيا نقلا على جهاز الشرطة ان ثلاثة ديال الموظفين المغاربة في الصفارة المغربية بكولومبيا من بينهم كاتب عمل الصفارة المغربية طلب الخدمة ديال المرافقة النسائية وهي عروض دات طبع جنسي يتم طلبها عبر الانترنت بحيث تجري او يجري تحديد الموعد ديالهم على الفتاتين في احدى الشقق اللواتي قامت بتخديرهما وسرقة هواتفهم كانت بحوزة ديبلوماسيين تستجروا مميسات لقضاء الليلة حمراء والتي انتهت بتخضيف ديالهم والصريقة ديال ممتلكة ديالهم يعني الهواتف والكمبيوتر واكتر من ذلك فيه اسرار ديال المملكة المغربية هاد الاسبوع الاخوان ترجعت كولومبيا بالاعتراف ديال بالصحراء الكل تعجب كيفاش هذي تقلبات على المغرب بعدات السنين ويامات معترفة بمغربية الصحراء ولكن البارح انكشف الغطاء مع العلم ان السيد ناصر بوريطا اساس ديبلوماسيا المقص ديال الوزارة الخارجية بتليفون واحد يعني بمكالمة واحدة استطاع ان ينتزع الاعتراف من البيرو وسحبت الاعتراف ديالها بجمهورية الوهم وهالديبلوماسيين اللي داروا لنا فضيحة واللي كيعتبرهم المغرب جنود اللي غد يدفحوا لمغربية الصحراء هادو فضحوا المغرب لانه في البلاد فاشكينين او في العهد ديالهم تم سحب الاعتراف بمغربية الصحراء احنا هنا يا لا نتكلم عن الحرية الافراد محور يعني في التصرفات دياله كل واحدة كيتحمل مسئولية دياله ولكن هما في كولومبيا كيمثلوا الدولة المغربية كيمثلوا 40 مليون مغربي ايضا خاصهم يكونوا قد المسئولية لانه في العهد ديالهم تحب الاعتراف بمغربية الصحراء ايضا خاصهم يأنبهم الضامير ديالهم تخيلوا انه كولومبيا كانت متشبتة بالاعتراف ديالها بمغربية الصحراء وغادي جي مورهم جهات اخرى اللي جي من مورهم وتأثر على كولومبيا وتخليهم يسحبوا الاعتراف ديالهم بمغربية الصحراء في حين ان السيد بوريطا في مكالمة واحدة جاب لنا الاعتراف ديال بيرو بمغربية الصحراء وسحبت الاعتراف ديالها من الجمهورية الوهم ولكن السيد بوريطا ما سكتش لهم السيد بوريطا طلع له الدم واتخذ القرار دياله يعني بقرار من بوريطا توقيف اطارين مغربيين بصفارة المملكة بكولومبيا قرر وزير الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمة بالخارج ناصر بوريطا توقيف اطارين بالصفارات للمغرب بكولومبيا بعد احالتهم على التحقيق بتهمة الاساءة للوزارة وذلك وفق ما اعلنت عنهم مسؤولة بالخارجية المغربية وتم وفق المعطيات الرسمية اتخاذ قرار توقيف المعنيين بالامر كاجراء اداري وقانوني صاريم حيث ان الموقوفين عن العمل تم استدراجهم بواسطة شبكة متخصصة في الصارقة والنصب وقالت نجلة بن مبارك مديرة ديبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين بوزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين في تصريح لجريدة مدار 21 الالكترونية ان بوريطا قرر توقيف الاطارين المغريبيين اللي دين تعرضوا للسرقة بكولومبيا بعد التنويم من طرف مميسات كاجراء اداري وقانوني صاريم وفي نفس السياق فيما يتعلق لعلاقة ديبلوماسية الخارجية اليوم كنشوف رسالة عاجلة من المملكة المغربية الى فرنسا هنا يا الاخوان للتذكير يعني تكلمنا الازمة الصامتة اللي كاننا ما بين فرنسا والمغرب يعني في حلقة سابقة وكيفاش فرنسا بقات كتسقلص في اعطاء التأشيرات للمغاربة يعني سنة مرة سنة ولكن لاحظنا ان في هاد السنة يعني من 2020 حتى 2022 رجعت ما كتعطيش تأشيرات خصوصا الناس اللي عندهم الشروط اللي كتطلب باش تعطيليهم تأشيرة كأطباء كمهندسين كأساتداء كوزارة سابقين كفنانين فمعظم لهاد الناس ما كتعطيليهمش تأشيرة وهاد الشيره ايهانة للمغاربة لان كين أطباء كانوا عندهم مؤتمرات كان عندهم بيعتات فنانين كانوا عندهم احياء حفالات او صهارات هنا هاده ايهانة من فرنسا للمغاربة ولكن اليوم كنشوفوا باللي المغرب حتى هو رجع كيرد عليها بالمثل اول قرار تاخدو المغرب هو ما بقاش كيقبل تحليلة ديال الكوفيد باللغة الفرنسية يعني التحليلة ديال الكوفيد خاصها تكون باللغة العربية الفصحة وما يكون فيها حتى شي حرف من الفرنسية وهاد الشي المغرب غدا يصدم به فرنسا لان الاخوان اي مستعمر فوق ما دخل شي دولة كيحاول انه يرصخ اللغة دياله واقوى ضربة ممكن انه يتعرض لها مستعمر وانك تضرب له اللغة دياله هنا المملكة المغربية بهذا القرار الاول غير كي تجبد الودنين للمستعمر او لفرنسا غادي نشوفوا اليوم واحد القرار اخر ورسالة اخرى لفرنسا اللي احتهية كقرصة ودن كيقول الخبر بعد قرار تخلص تأشيرات رسالة موجهة لسافيرة فرنسا لاعادة مصاريف طلبات التأشيرات للمغربة هناي الاخوان كتدخل الجامعة العربية لحقوق المستهلك في رسالة عاجلة وجهتها للسافيرة بالرباط او للسفارة الفرنسية بالرباط كيقولوا في هاد الرسالة رجع الفلوس اللي اخديتي يعني كيقول هارضي الفلوس اللي اخديتي من هادوك الناس اللي احتوا الطلب ديالهم ديالتأشيرة وترفضوا لان المغربة ملم كيمشي ويحطوا الطلب ديالهم او يحطوا الملف ديالهم كيخلصوا تقريبا 100 اورو ما يعدل الف درهم مغربية ودوك الفلوس بطبيعة الحال كيمشيوا الخازينة العامة الفرنسية هنا كترفض لهم تأشيرة او طلب ديالهم كيترفض ولكن دوك الفلوس كيمشيوا اليوم المغرب كيطالبهم انهم يردوا اي واحد ترفضت له التأشيرة يردوا له لالف درهم دياله وهدي مطالبة مشروعة وكذلك يقولهم خسكوا ما تحتفتوش بمعلومات الشخصية ديال الناس اللي رفضوا لهم تأشيرة هنا اخواني اخواتي هاد يعني هاد القرار هو قرار في المحل دياله ما تقبلش التأشيرة ردوا الفلوس اللي تحطوه في الميلف وردوا كذلك الميلف ما تخليوش عندكم المعلومات ديال الشخصيات اللي تلبوا التأشيرة وديما يا اخوان ملي كنتكلموا كنتكلموا على الديبلوماسية الرزينة الديبلوماسية الحكيمة اللي دائما دقوا السكات نكتفي بهاد القدر الاخوان تحية لكم كبيرة جمعة مباركة الجميع وكنتمنى انكم دعموا هاد القناة باللايك بالبرتاش كذلك الاشتراك دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته